شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم لا بد من أن تتوقف نشر موقع أكتسيسي الأمريكي مقالاً ذكر فيه أن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت تحذيرات وتهديدات قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي حملة ترهيب تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية في وقت تنظر فيه في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة مع تشديده على أن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً ووفقاً لمقال نشره موقع أكسيوس فإن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لتحذيرات وتهديدات قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي خاصة بعد تصريح المحكمة باستعدادها لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من بينهم بن يمين نتنياهو رئيس المحكمة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي جالانت وبحسب موقع أكسيوس فإن الحكومة الإسرائيلية هددت أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل فإن إسرائيل سترد على السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي إلى انهيارها ومنذ بداية العام تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة وسبق أن شددت المحكمة على أن الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في الـ 26 من يناير الماضي والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك رفح ومن بينها أوامر لمنع القتل والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة